تقوم وزارة الموارد المائية ورأي بتطوير الحدائق بالقناطر الخيرية لتعود كسابق عهدها متنزها لأهل مصر كما تهدف أعمال التطوير إلى تجريع السياحة الداخلية ووضعها على الخريطة السياحية عن طريق إطلاق أكبر مشروع لتطوير المدينة والذي يتضمن تطوير سبع حدائق كبرى ومنطقة شليهات القناطر السياحية على الجسر الأيمن لفرع دميات بين قناطر فم فرع دميات القديمة وقناطر فم فرع دميات الجديدة تقع حديقة عفل المقامة على مساحة 13 فدانا التي شملت أعمال تطوير منها إنشاء ممشي أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دميات بين القنترتين بالإضافة للعديد من الحضائق التي تم تطويرها بدأنا تطوير حديقة عفل التي نصور فيها على مساحها حوالي 14 فدان أعمال التطوير بتشمل على أعمال مشايات أعمال برجولات أعمال مقاعد في شلالات في ملاهي للأطفال طبعا تطوير الحمامات الموجودة زيادة مسطحات النجيلة الخضراء عمل ممشي أهل مصر بين الأناطر القديمة الأناطر محمد علي والأناطر الجديدة البحيرة تم انتهاء منها حديثا في شهر 6 وحاليا بدأنا في حديقة اليسمين على مسطح حوالي 7 فدانا أو يتجاوز ذلك كمان وتتحكم القناطر الخيرية في تضفق المياه للوجه البحري كاملا عن طريق 12 قنطرة رئيسية في دلتا النيل وتتميز بمساحات كبيرة من الحضائق والمتنزهات وتعتبر واحدا من أهم المعابر إلى وسط الدلتا أو ناطر الدلتا مسؤولة عن تلبية الاحتياجات المائية للوجه البحري كاملا من سيناء شرقا إلى مطروح غربا الاحتياجات المائية يعني الزراع يعني الشرب يعني الصناعة يعني الملاح ده بيتم عن طريق التحكم في كميات المياه المنصرفة والوريدة لنا من السد العالي وقناة الأسيوت بتجني هنا للوجه البحري كمية المياه عن طريق الوزارة بيتم عمل حسابات دقيقة وكميات المياه المنصرفة لجميع الفروح التي اتنشر فعلا لأقول تل حضرتك زي الرياح البحيري والرياح النصري المسؤولين عن الري والاحتياجات المائية لمنطقة غرب الدلتة وتتمتع حضائق القناطر الخيرية بمجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد علي باشا من الخارج لزراعتها في حضائق القناطر ويصل عمرها إلى مائتي عام لتبقى شاهدة على تاريخ مصر الحديث عبر العصور أحمد الحسيني التلفزيون المصري